مساء الخير عاملين ايه اخباركو ايه يا ناس يا اشتو لكل الناس اللي بتربي كلاب وكل الناس اللي بتحب تربية الحيوانات وكمان اللي بيربوش كلاب هقولك على حاجة جمدة خالص تعملها بنفسك اغلب الناس اللي بتربي كلاب او عندهم مزارع او مواشي او حيوانات او عمتا ايه باللازي عندك اكيد بيحصل عندك حاجة اسماج روح جرح خرج مفتوح اه كلب عضي كلب اه عندك مواشي مثلا حولي او نعجة او خروف اتعور اه المهم اي حاجة فاج روح وكمان البقر لو فيه التهابات في الحل للحيوانات يعني الموضوع ده جمد خالص هتعمل يا سيد فيه ناس كتير بتروح على البيطاري بيجيب حاجة اسمها اكسجي وحاجة اسمها سبري رش ومضاد حية وحاجات زي كده علشان يعالج الاماكن دي ولو جرح بيحط جنتيانة بيروح يجيب الجنتيانة ازازا ادي كده بالزبط بتعمل لها مسلا في حدود عشرين جنيه ولا خمسة وعشرين جنيه لا هقول لك ازاي تعمل الجنتيانة بنفسك من غير اي مشاكل هقول لك بقى تعمل ايه اول حاجة بقى هتروح للبيطاري المكتب البيطاري عشان فيه ناس بتفهمني لما منيجي نتكلم البيطاري بيروح للدكتور بتاع الحيوانات العليفة مش هتلاقي عنده الكلام ان انا بقوله لك ده ده المكتب البيطاري طب انا يا بنور قاعد في الجيزة في القاهرة في شبرة في المعادي في الحتة دي ومش عارف نجيب وفي اسكندريا في قلب اسكندريا مش عارف نجيب الحاجات دي اطلع باشا على اي مركز تاني جنبك او اي محافظة تانية جنبك هتلاقي الحاجات دي الموضوع مش هيكلفك اول ما نروح للبيطاري المكتب البيطاري حنطلب منه حاجة اسمها الجينتيان الخام اللي هي بتكون بالشكل ده كده القامرة تقرب كده بتكون بالشكل ده كده عبارة عن خرز لونه ازرق وخلي بالك عشان ده لو لمس دومك او لمس ايدك بيعلم بسرعة يعني بيعمل لون سريع جيد تمام حنجيب ده ده بالجرام يعني ده دول مثلا الحبة اللي في دي دول بيعملهم في حدود مية جنيه بس المية جنيه دي بقى الكافيك قديه خمس سنين قدام يعني الموضوع طويل تمام بس احنا عشان كمية كلاب كتير فبنجيب كمية كبيرة تمام هنجيب دي هنعمل ايه بقاسي دي هنجيب رتل مية ونغليه في كتل في التحلة في اي حاجة في برات في اي شيء بنغلي رتل مية تمام انا هقول لك تركيز الرتل ولو حبت انت تزود ممكن تزود بعد كده هنجيب رتل مية نغليه وبعد ما نغليه هنسيبه لما يبرد خالص يعني زي بالزبط عملتها كده زي الماء المقطر طلعت منها المكروب وتبخرج تمام وبنسيبه يبرد خالص اللي هي بدرجة ان انا نقدر نحطي ايدي في المية دي حلو الكلام هنفضي في ازازة زي كده اهي دي ازازة دي على فكرة دي ازازة دايزانول انا غزلتها كويس كانت خلصة عندي غزلتها كويس وعملت في الازازة دي رتل مية وبنخط عليه معلقتين بمعلقة الاكل من دي رتل المية عليه معلقتين بمعلقة الاكل من دي اللي هي الجنتيانة دي دي جنتيانة خام مركزة يعني لسه متصنعتش تمام؟ وبعد كده بنعمل ايه؟ بنجيب حاجة اسمها زي لاجيكت اهي على فكرة عارفين ده ايه؟ حاولوكو دلوقتي ده مخدر ده مخدر حقنا بنحقن به الحيوان بعد عشر دقايق او ربع ساعة ينام يتطوح واصلا لكم ازاي؟ زي لاجيكت ده بنجيب منه عشرة سنتي مش حايدك بالازازة انت مش هتلاقي بالازازة يعني صعب ان انت تجيب بالازازة انها غالية شوية حنجيب منه عشرة سنتي تمام؟ نحط تعريتل مية عشرة سنتي زي لاجيكت طب فيديته ايه ده ابنو؟ ده لو انا بنحط الجنتيانة عالجرح بتخضر الجرح وتبقى مسكن وبتضيع القلم اللي في الجرح يبدأ الكلب او يبدأ الحيوان ما يهرسش فيها او يحقها في الحيطة او يعضعت فيها او الكلام ده كله ده مش حيب حاسس بها اساسا يعني الحيوان مش هيحس بها فهمتو ازاي؟ يبقى انا كده ريت له مية مغلي ونستنى لما يبرد نحطه في ازازة نحط عليه معلقتين جنتيانة خام نحط عليه عشرة سنتي زي لاجيكت دي تمام؟ دي يا جماعة مفعولها قوي جدا طيب لو انا عايز ندي منها الكلب عشان ينام دي كان في ناس كتير سألتنا عليها اولا اغلب الده قطرة ما بيدواش لا اي حد تمام؟ عشان سرقة الحيوانات والحيات اللي زي كده دي عشان ندي الكلب بنتديله بنبدأ بسنتي في العضل بنبدأ بسنتي في العضل بيبدأ بعد عشر دقايق يدروخ بنيجي نديله سنتي تاني يعني ما ينفعش ندي هو بيوصل معي لحد ثلاثة سنتي على فكرة بيوصل الكلب معي فيها لحد ثلاثة سنتي لحد اللي هي يخلوه ينام له ساعتين متواصلين ما يقومش تمام؟ ودية بنستعمالها في عمليات النقل لتكلب الشرسة يعني لما ننقل الكلب من بلد لبلد الكلب شرس مثلا بنتديله من دي تمام? بتخضر الكلب وتهدي اعصابه وبتخليه هادي خالص لحد ما نوصل للمكان اللي نعايزه بس بندي بالسانتي نبدأ بسانتي بعدها بعشر دقيق سانتي بعدها بربع ساعة سانتي تاني التلاتة سانتي دول كافلين ينايموا فيه تمام? طبعا دي بنحط منها عشرة سانتي على الرتل مية مع معلقتين الجنتيانة الخام في المية بتاعتي بنعمل حاجة كمان بندي حاجة اسمها اكسي تترا سايكلين اهو? تمام? ده مضادة حيوي فيه منه خمسة في المية فيه منه اتنين ونص في المية فيه منه عشرة في المية فيه ادوية كتير قوية بس هم حاجة الحاجات اللي انت بتستعملها مضادة حيوي خلي بالك انت ممكن ما تجيبش بالعزاز انت تجيب بالسانتي يعني عشرة سانتي اكسي مع عشرة سانتي زيلة جيكت على الرتل مية والكلام ده كله هتعملون الاكسي بقى فايدته ان ده عبارة عن مضادة حيوي تمام? بينشف الجرح معايا بسرعة وبيعالجه وبيقتل المكروب اللي فيه ده الاكسي تمام? اهو فيه انواع كتير من المضادات الحيوية بس اهم شيء هات المضادة حيوي اللي هو المية ما تبتلش مفعوله المية فيه مضادات حيوي المية بتبتل مفعولها تمام? هات المضادة حيوي المية ما تبتلش مفعوله زي الاكسي كده ده بالنسبة للبيتاري الكلام اللي بتكلم فيه ده كلام بيتاري من فاشنستعمله باشن وبعد كده بنحط العشرة سنتي هنا مع العشرة سنتي هنا وبنحط المعلقتين الجنتيانة هنا مع المية وبالرجاها جامد بتديني الشكل اللي هو ده احنا بقى منجيب علبة صغيرة ونعمل فيها اهو شايفينها عاملة ازاي اهي لو عملت كده انا مش عارز نحطها على ايدي بس عشان ايه الشغل لو عملت كده شايفين اهي شوفوا عاملة ازاي على ايدي اهي دي بقى بندين باكلب اي جرح اي حاجة اهي ومركزة خامعا اللي احنا بنجيبها من السيدلية لو جيبنا من السيدلية بتبقى مية عبارة عن مية تمام طبعا لو عملت كده هتبصت لها ايجابة معاك نتيجة كويسة الجرح في الكل مش هيقعد معاك بالكتير اربع خمس ايام وتلاقيه اختفى نشف خالص لان هي بتنشف دي عبارة عن حبيبات بودرة زرات بسيطة خالص بتكسي على الجرح بتعمل طبقة كشرية فوق الجرح وبتغلفه تمام وبتحميه من الجراسيم والمقربات الجنتيان المضاد الحيوي عبارة عن مضاد حيوي بيساعد في التأمي الجروح والحاجات دي كلها عبارة عن مخدر موضعي تمام بتستعمله علشان يخضر المكان ده الحيوان ما يتقصرش به ينساه خالص يبدأ يصحب سرعة لان اي مكان تعوير او جرح في الكلب بتاعك بتبص تلاقي الكلب بيهرش فيه كتير بيهور يعمل التهابات وعلى فكرة انا حطيت علوم كمان عشرة سنتي حاجة اسمها ديكسا مسيزون اهو تمام مضاد التهابات مضاد التهابات وعلى سيئة عشان لو في جرح ما يلتهابش يلم تمام شوفوا بقى التركيبة دي انا عملتها ازاي دي تركيبة وحطيتها في الاخر في ازازة زي دي ازازة زي دي كده ممكن تكافيني في حدود خمس ستة شهور يعني الرتل ده يكافيني خمس ستة شهور لان انت بتستعمل بالبسيط خالص اللي هي بتسقي انا عامل هنا عصاية هي وعلى سفنجة مربوطة تمام بتسقي بالطريقة دي كده يعني بنعمل كده بتسقي على الجرح بتاع الكلب تمام وبنحط شوية بشوية عشان ما تتدهورش مني وتبوز مني ده بالنسبة لتركيبة الجنتيانة البيطرية طب لو انا حنعملها بشري بقى ونستعملها في جرحة عندي انا على جسمي ما ينفعش تحط زي لاجيكت البطري لان ده بطري ما ينفعش تحط اكسي بطري وما ينفعش تحط مضاد التهابات بطري هنعمل ايه بوسيا سيدي هنحط على الرطل مية امبولين امبولين ديكلوفين اهو ديكلوفين بشري وامبولين ديكساميسازون بشري شفت التغيير هنا ايه لعينا الموضوع البشري مع الجنتيانة برضو اهي تمام امبولين ديكساميسازون امبولين ديكلوفين مع اي مخدر موضعي اي مخدر موضعي من عند الصيدلال البشري نقول له عايز مخدر موضعي هنرش بيه على حتة فيه جرحة او بتاع عايز نخدرها بس. تمام? مخدر موضعي. على فكرة المخدر اللي انا بنتكلم عنه مالوش داخليات بان تخدر حد او تحط الحد عشان فيه ناس ممكن تستعمل الحاجات دي في حاجة تانية. اه وعلى ان الحاجات دي بعيدا عن الكلام ده خالص. تمام? اي حاجة مخدر بتسبب ازل الناس اه ما بتنصرفش. ممنوع ان هي تنصرف اساسا من اي سيدالية وممنوع ان هي تنصرف من اي مكان. الحاجات اللي هننتكلم عنها دي مخدرات موضعية يعني اه في مخدر موضعي بشري زي مثلا اللي الناس بتجيبوا مثلا لو هتشيل حاجة لو هتعمل حاجة في جسمها او هتكتب او هتشيل واشمة او هتشيل كلام من ده بيرش مخدر موضع عشان ما يحسش بالوجع في المكان. تمام? بيعمل تنميل. بس انما اه الحاجات دي لا تستعمل في اي اه اضرار للانسان تمام? فحنعملها بنفس الطريقة. هتبقى كلها بشري. متاح ان انت تحط على جرح. متاح ان انت تحط كزا كزا. وبعدين اللي بيكون فيه مخدر موضعي. وعند الجرح وتحط مع الجنتيان والحيات دي الجرحة حيلتقم ومش حبي فيه وجع في المكان ده. اه يا رب تكونوا استفدتم. اه بقى معاك كمية جنتيانة كبيرة جدا ان انت تستعملها. ولو حد محتاج بتديله كمان. تمام? تحياتي لكم جماعة تحيات الكل متباينة مليون مسع عليكم. ولو انتم شايفين ان انتم استفدتم في الحلقة دي كتابونا في كومنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.